الضيوف اللي حضرين معي في هذه الصبيحة شباب يافع طبعا والشباب عنده طموح يعني من سماهم مشاهدينا معي مختار بوجردة طالب بكلية إحصاء هكذا صحوا لي فقط إذا كان طالب بكلية مدرسة الدراسة العليات الجارية جميل إذن مختار بوجردة وأيضا هشام بن حجاز طالب أيضا في المدرسة الوطنية لإحصاء وقدسات تطبيقي جميل جدا مرحبا بكما في هذه الصبيحة يعني في معرض كما قلت موجود داخل الكلية نعم هو معرض داخل الكلية هو معرض سانوي منذ 2015 وبطبعاته ثامنة لعام 2023 في هذه الطبعة راح يكون تحت رعاية سامية لكل من وزارة تعليم العالي والبحث العلمي وزارة الرقمنة والإحصائيات ووزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أو المصوارة هو حدث يكون في طور تسهيل الطلبة للحصول على فرص عمل حيث حدث فيه أربعة أيام أو ثلاثة أيام عفوا اليومين الأولين يكون فيهم محاضرات ودورات تدريبية واليوم الثالث يكون تكون فيه هو يوم العرض حيث نقوم بإحضار شركات في مختلف المجالات والطلبة يقومون بإحضار سياراتهم الذاتية للحصول على فرص عمل جميل يعني فرصة أقرب يعني المؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية هي اللي تقدم الخطوة وجيكم لغاية الجامعة هشم كيف ترى أنت هذه الخطوة يعني؟ أراضي خطوانا جيدة يجب على الطلبة أن يتموا استفادة منهم كما تفضل ساميلي أمير قبل يوم العرض يوجد دورات تكوينية ويوجد محاضرات مثلا دورات تكوينية من أجل تحضير طالب جيدا ليوم العرض وكذلك اليوم في الساعة العاشرة إن شاء الله هناك دورة عن كرياسون للسارتاب يعني نقدم للطالب أنه يستطيع بنفسه أن يدير عمل بنفسه وليوم العرض نقوم بإحضار خمسة وخمسون شركة شركة وطنية وعالمية شركة مختلف المجادات بونوك شركة تأمين وشركة صناعية وتجارية يعني هي فرصة للطلبة خصوصا مع فترة تربصات سواء تربص نهاية المصار الجامعي أو تربص النظري نقوم بإحضار شركات وممثلين شركات يكونون من مصلحة تسهيل مواد بشرية يعني مع المصلحة المختصة بيقبول تربصاتها وبيقبول مناصبها عمل جميل جدا مختارة في أول الحديث قلت لي أنه في كثير بالتنسيق مع عدة قطاعات يعني من بينهم حتى وزارة المؤسسات الناشئة وإلى غير ذلك هذه الأمورات هل الطلبة وأنتم كطلبة أيضا عندكم عروض تقدموها لهذه الشركات بغيت وضع الثقة فيكم وإعطائكم الفرصة لإعطائكم ومنحكم فرص العمل والتكوينات لغير ذلك يعني وش يقدم الطالب بالمقابل يعني إحنا نقدمو الشركات أنه يوجد العديد من الطالباء في مختلف المجالات أو تخصصات في المدارس العليا أحي يلقو بزاف عباد يعوينوهم في شركة تحهم هل هناك مشاريع يعني هل هناك هذا الطلبة يعني في الأساس يعني الطالب ضقنته حاب تخدم في شركة معينة مثلا وتبحث عن فرصة عمل يعني هل عندك تصورتك طالب لمشروع ما لأنه عادة لما نقوله وزارة المؤسسات الناشئة أو الأمورة هذه فتهتم بالستارتور يعني تهتم بفكرة مشروع ما هل الطلبة أنتوما كطلبة عندكم مشاريع مثلا مستقبلية يمكن لهذه الشركات أنها تتجسد أو يمكن ليكم أنتم كطلبة أنكم تتجسدوها ما خلال إعطاءكم فرصة في هذه الشركة نعم بتأكيد كما قال زميل هشام كان محاضر على الكرياسون دوستارتوب وين يجيوا لطلبة وينفيدوهم بالفكرة وين شاء الله في الاستقبل سيسفادوا شركات من الطلبة نعم هشام أيضا هناك أمر آخر من غير شركة ناشئة نحن نعزل ونثم القانوة 1275 الذي يشجعن شركة ناشئة في المدرسة الوطنية العليا لإحسان وقتصاد تطبيقه أخيرا يوجد أفضل شركة ناشئة كانوا الطلبة من مدرسة الوطنية العليا لإحسان وقتصاد تطبيقه أيضا الفئة المستهدفة في القطب الجامعي بالقليعة يوجد خمس مدارس يعني بالخصوص من سلحة البنوك أو التأمينات يوجد كثير من الطلبة الذين الذين أفكار والذين يستطيعون أن يفيدون شركات حقا لأنه على غير صالون تشغيل والتكوين لدينا حدث سنوي كذلك كومبيكو المخيم الاقتصادي وحدث لمدة ثلاث أيام نقوم في اليوم الأولين بتقديم دورات تكوينية سريعة للمشاركين المشاركين يكونون عبر أنحاء الوطن وفي اليوم آخر يقومون بحل مشكلة اقتصادية مشكلة تكون موجودة حقا في الاقتصاد الجزائري والمشكلة كيفية حلونها سواء كرياسة للسرطاب سواء الليسانسية جيبونا السوليسيون بخبريماتيك ريال تكزيسي ديجال للجيري أبقي هناك جواز مدينة معنوية ومن بين جواز معنوية هي نشوف المعنكوبات دونك الفكرة تحت طالبها شو دائما تجز في أرض الواقع ليس فكرة على الأوراق فقط دائما نسعى تجزيد هدف ندين العلمي دائما نسعى إلى تجزيد تجزيد أفكار نعم يعني من خلال هذه الفضاءات ومن خلال هذه المعارض وهذه المناسبات يعني طلبة الإحصاء أو طلبة الكليات الأخرى يعني يلقوا فرصة أنهم يطوروا من خبراتهم وأيضا من المعارف اللي عندهم من خلال احتكاكهم بالشركات نعم نحس مختار شوية يا أحسن يعني لازم تشتدي خدمة مع الشركات هذه أكيد لازم يعني أردت أن أقول أنه هذه الفضاءات يعني هذه المناسبات وهذا لزيفان مولي ينداروا في الجامعة ألا تراهم أنت أنه هما فرصة لأن الطالب بيزيد ينمي من القدرات يعني كل مرة تكون هناك مثلا مخيم كما قال هشام تكون هناك دورات تكوينية تكون هناك معارض هذه المعارض في كل مرة يحاول الطالب أن يطور فيها قدرات نعم طالب على كل حدث سأعطي فكرة أراح تخليه ينمي العقل تعوي وينمي تفكير نعم نعم ماليش هشام ألا ترى أنه أيضا في هذا المعارض هي فرصة أننا في كل مرة كطالبة نطور في قدراتنا لنصل إلى مثلا ختام لمشروع ما في نهاية الدراسة أو التمدرسة نتعطى طالب بالكلية بالتأكيد هدف الأساسي لأي نادي علمي هو أن نخرج كما نقولون بارتي تيوريش وأن نروح ديرك تمول بارتي براتيك لأنه تدخل مدرسة علي أو جامعة من أجل حضور محاضرة أو حصة عمل مواجهة واحدة لا تكفي في سوق العمل يعني أول شيء عندما تبحث عن عمل يقولونك ما هي الأخر الإكسبرينس بروفيسيونال تاعك ديرك تموش والمحاضرة والدروس عمل مواجهة شيء وما تتعلمه في المدين شيء آخر نحن بش الهدف النادي تاعنا هو تقريب الطلبة من العالم من موضة بروفيسيونال لنظروا أبخيات وميسو تنيو كما نقص عليهم أحباء كثيرة في عوض ما يديرو دي بلاصمه بيلقون دي صاج براتيك ورد صاج دي كوفيرت ودي صاج دي كوفيرت ودي صاج دي صاج دي لوادي نقوم بستةة خمسة وخصونة شركة إن شاء الله غدا إن شاء الله يوم الأربياء الساعة تساعة صباحا وثم يقومون بيبحث يعني الشركة هي اللي جيك هل في استجابة؟ خليني نسقصيكم من الآن هذه الشركات استجابوكم؟ نعم معظم البنوك تكون حاضرة ومعظم شركة تأمين تكون حاضرة كذلك يوجد شركات متنصر وشركات عالمية تكون حاضرة هناك استجابة جيدة الحمد لله مقيمة مضافة في الحدث في هذه الطبعة أننا قمنا بدعوة الممثلين اللي يأتيوا للمدرسة الوطنية العليا الإحصاء والأقتصاد التطبيقي هم في قسم الموارد البشرية يعني ستكون هناك مقابلة عمل أن الطلبة في المدرسة ستكون معاملات مقابلة عمل حيث أن الطلبة سيدفاعون سيرتهم الذاتية إلكترونيا لتسهيل هذا العمل وفي نفس الوقت أيضا بالنسبة للناس يتبعون عن التربص نعم ورح أن سيكون أقسام وأن يكون مقابلة العمل ورح تكون الفرص العديد من الطالبة إن شاء الله على العمل بالنسبة للصدى هذا الحدث هذه السنة تقول لي أنه في بداية حديثك أنه يطبعها هذه رح يطبعها الثالثة الثامنة الثامنة جميل يعني ثم سنين هو يندير هذا المعض ماشاء الله هذه الطبعة هذا الطبعة الجديدة طبعة الثامنة ما الذي يميزها بالمقارنة مع الطبعة السابقة من حيث الإقبال إلى غير ذلك الصدى قمنا بزيادة عدد الشركات وكما قلت الممثلين سيكونوا من قسم الموارد البشرية يعني سيكونوا مقابلة عمل وأيضا سهلنا على الطالب السيرة الذاتية حيث كل شركة تقوم بإحضار رابط أين الطالب يضع السيرة ذاتية في الأخير ما مجال تخصصكم وأنتم ما يتميلوا لي أنتما أيضا ناويين ما يتربصون أو تident وإن شاء الله انشاء الله وتقضموا خبراتكم وتقدموا معارفكم العلمية وتقدموا ما لأن المعلومة سوف تكون كل الطالب من قطب الجامعي يعني مشاركين قد يصل عددهم حتى يشنون ألف طالب دون حساب مشاركين وطنيين يتونهم من كل أرجال وطني المدرسة الوطنية العليا الإحسان وقتصا التطبيقي يعني هناك فورص كثيرة السؤال من فضلك ستسؤال؟ يالله معنا نعمل لك السؤال بالنسبة لي قضية تحدثنا عن قضية أنه غدا بحول الله هذه الشركات اللي جاية كامل أنتم عندكم تصور أنتم ك نتحدث عليكم أنتم يعني كطلبة عندكم تصور مثلا التخصصات اللي رأكم تميلوا لها للعمل فيها في هذه الشركات نعم بالطبع لأنه في المدرسة العليا نقوم باختيار تخصص ابتداء من السنة الرابعة وابتداء من السنة الثالثة هناك تربصات إجبارية هناك تربص نظري في السنة الثالثة جيدا مشترك وتربص تطبيقي في السنة الرابعة وتربص تطبيقي نيات المصال الجامعي يعني أي طالب جامعي أو أي طالب في المدرسة الوطنية العليا يكون لديه نظرة عن تخصص وكان طالبا ما شاء الله يكون لديه نظرات عن منصب العمل مباشرة لأن الأبليقات ورأي لك تكون تعرف نحن بالخير وسبسياريتي لازم تعرف مناصب العمل التي تقدر تميل فيها والتي تقدر تلقى فيها حتى ربما مناصب العمل المطلوبة في السوق في السوق الشغل والتخصصات أيضا المطلوبة في يعني لتخدم الاقتصاد الوطني بالنسبة لي كنت تحدثت مع أمير حول الصدى يعني صدى لهذه الطبعة الصدى لهذه الطلبة توقع حضور أكثر من طبعات السابقة لأنه فترة العمل على هذه الطبعة كانت فترة طويلة قمنا بالعمل يعني الصدى الإعلامي بفضل أيضا قناة النهار بارك الله وفيكم ستكون عليها صدى الإعلامي كبير وكذلك عدد حضور الطلبة سيكون كثير بناء على الرسائل الذي نتلقها في المواقع التواصل الاجتماعي بناء كذلك على التسجيلات في الدورات التكوينية التي نقدمها قبل يوم العرض أو تسجيلات في المحاضرات التي نقدمها هناك طلب كثير ما شاء الله يعني عندما يكون هناك طلب على المحاضرات والدورات التكوينية يعني يوم العرض إن شاء الله يوم الأربع غالاً على الساعة التاسعة سوف يكون توقع أكثر من 20 ألف العام الماضي كان 20 ألف طالب وعليسنا يكون ربما أكثر 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 إن شاء الله بحول الله هذا ما نطمح إليه أنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أكيد كل التوفيق وإن شاء الله يا ربي تتحصلوا على هذا المنصب العمل وهذه الشركات نعم عمار ما نسمع فيك صراحة بالنسبة لهذا الشركات أنا أتمنى لكم أكيد أنهم يوضعوا فيكم الثقة يفتحوا لكم الباب ويفتحوا لكم المجال كلمة لك ربما أميروش تقدر تقول في الأخير أنا أقول طالبا هذه فرصة لا تعوض ونحن نراحل بالطلبة في جميع أنحاء الوطن ليس فقط طلبة المدارس العليا فقط عليكم إحضار سيراتكم الذاتية والحضور في الحادث إن شاء الله وبارك الله فيكم شكرا لكم كل من مقترب وجرزة الطالب بكلية الإحساء مرة أخرى رحب بيكم ونشكرك على حضورك معي في هذه الصبيحة وإشان بحجز أيضا نشكرك على حضوركما في هذه الصبيحة وأنتمنى لكم كل التوفيق غدا بحوما إن شاء الله شكرا